في مهمة غير مسبوقة أطلقت وكالة الفضاء الأمريكية الناسا مركبة فضائية في محاولة لإنقاذ كوكب الأرض فالمركبة يفترض أن تواجه الكوايكبات التي تهدد الكرة الأرضية وأن تصطدم طوعية بعد عشرة أشهر بأحد الكوايكبات في عملية تهدف إلى حرف مسار ماذا في تفاصيل هذه المهمة؟ وهل تتمكن المركبة الفضائية من تفادي الكارثة؟ أول مهمة دفاع كوكبي انطلقت اليوم وستصل إلى هدفها بعد عشرة أشهر حيث أطلقت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا مركبة فضائية يفترض أن تصطدم طوعية بأحد الكوايكبات لحرف مساره عن الأرض أطلق على المركبة اسم دارت ويعني السهم الصغير كما أنها مكونة من الأحرف الأولى لعبارات اختبار إعادة توجيه كويكب بونس دواج أقلعت المركبة من كاليفورنيا محمولة على صاروخ فالكم 9 من شركة سبيس أكس وبعد عشرة أشهر ستضرب هدفها الواقع على بعد 11 مليون كيلو متر من الأرض وسيحصل الاستضامة في اللحظة التي يكون فيها الكويكب في أقرب مسافة له من الأرض وسترتطم المركبة بهدفها بسرعة 24 ألف كيلو متر في الساعة علما أنها أصغر منه بنحو 100 مرة لذلك لن يؤدي هذا الاستضامة إلى تدمير الكويكب بل سيواجه إليه ضرب صغيرة وقبل عشرة أيام من الارتطام ستطلق المركبة الرئيسية قمراً اصطناعياً صغيراً لمراقبة العملية وتسجيل بيانتها وسيوتيح هذا الاختبار لناسا تكوين فكرة عن مقدار القوة التي يستلزمها حرف كويكب عن مساره لكي لا يصيب الأرض لذلك سيعطي نجاح هذه المهمة أملاً للبشرية بتفادي استضام أي جسم فضائي بكوكب الأرض مستقبلاً كثيرة هي الأسئلة حول هذه المهمة ونسأل ضيفنا من عمان مدير الوحدة الأكاديمية في المركز الإقليمي لتدريس علوم الفضاء دكتور حنة صابات دكتور حنة أهلاً بك معنا بالفعل أول مهمة دفاع كوكبي كما تابعنا في هذا التقرير ستنفذها المركبة الفضائية دارت هل تبدو لكم بداية المهمة سهلة شكراً على السؤال في الحقيقة بالتأكيد ليست بالمهمة السهلة لكن أود بداية أن نوه أن الكوكب الذي نتحدث عنه لا يشكل تهديداً للأرض فبالتالي كل هذه المهمة هي مجرد تجربة لإمكانية أن نحرف أحد الكوكبات عن مساره الأصلي وذلك طبعاً في حالة وجود كوكب يشكل تهديداً حقيقياً للأرض عندها قد أثبتنا أن هذا ممكن أن نغير مسار هذا الكوكب المهدد للأرض في هذه الحالة طبعاً الصعوبة تكمن كما ذكرتم سابقاً أنه يبعد هذه الكوكب المزدوج حقيقةً يبعد نحو 11 مليون كيلومتر على الأرض وهي أقرب نفطة صح؟ وليست بالعملية السهلة توجيه نعم صحيح في المدار في مداره حول الشمس يعني هو بدور حول الشمس حقيقةً وإذن يعني هي العملية ليست بالموضوع السهل فهي تستغرق عشرة أشهر تقريباً يعني مع شهر سبتمبر من العام المقبل 2022 سوف تصل إلى الكوكب المزدوج وسوف تقوم بتحديد من خلال عمليات تصوير وباستخدام الذكاء الاصطناعي سوف تقوم بتحديد الكوكب الأصغر والذي ستقوم بالتصادم معه بعنف وسوف تقوم بزحزحة هذا الكوكب أو يعني تغيير سرعة إنجاز التعبير بمقدار صغير جداً يعني تقريباً فاصل أربعة مليمتر لكل ثانية طبعاً هذا مقدار لا يذكر لكن هي عملية تراكمية مع الوقت سوف يؤدي إلى تغيير كبير في مداره حول الجسم الأكبر أو الكوكب الأكبر الذي يكبره بنحو خمس مرات ولاحقاً سوف يؤدي إلى حرف مسار هذه المنظومة المزدوجة عن مسارها الأصلي طبعاً ستتم هذه العملية المراقبة من خلال القمر الصناعي الكيوبسات المرافق وأيضاً باستخدام تلسكوبات أرضية أيضاً سأعود لأسألك عن أهمية هذه المعلومات التي ستسجل خلال هذه المهمة دكتور حنة لكن هل من خطورة لحظة الاصطدام علماً بأنك ذكرت لنا أنه سيكون الكويكب في أقرب نقطة له من الأرض نعم لكن الحديث هو عن 11 مليون كيلومتر نحن نعرف أن القمر عن الأرض مثلاً هو 388 ألف كيلومتر فنحن نتحدث عن أضعاف مضاعفة من مسافة بين الأرض والقمر فبالتالي لا خطورة حقيقة لهذه العملية وقد تؤدي إلى خروج كمية ضئيلة من الحطام من الصخور أو من الأتربة لكنها لن تؤثر إطلاقاً لأنها بعيدة جداً عن الأرض لا خطورة إطلاقاً حقيقة هذا السؤال الأكبر الذي كان يريد المشاهد أن يسمعوا دكتور حنة ولذلك سألنا دعنا نغوص قليلاً في المعلومات التي يمكن أن تقدمها هذه المهمة أشرت لنا أنه الاستضامة لا يؤدي إلى تفتيت أو تدمير الكويكب بل سيوجه ضربة صغيرة له وتكمن أهمية هذه العملية لربما بالمعلومات التي ستحصل عليها الناس ما هي هذه المعلومات التي ستتيح لربما للناس لاحقاً للقيام بمهمات أكثر دقة بداية من خلال عملية التصوير من خلال القمر الصناعي الكيوبسات الذي سيخرج قبل الاستضامة ببضع أيام سيبدأ عملية التصوير للكويكب المزدوج يعني الجزء الكبير من نوع الجزء الصغير أو الكويكب الصغير ويدعى ديديموس وسيقوم بالتصوير عملية الاستضامة كاملة يعني ما قبل الاستضام وأثناء التصادم ماذا سينتج عن ذلك وما بعد التصادم ما يدعى بالإمباكت أو مكان التصادم أو الفوهة التي قد تنتج عن التصادم وما إلى ذلك يعني هذه العملية التصوير ستتم بشكل كامل وسيتم بثها من خلال أنظمة اتصالات طبعا حتى ستستعمل تكنولوجيا الليزر في التواصل وهذه هي طريقة حديثة في الاتصال بدلا من أواجر راديوية طيب ولاحقا ستقوم أيضا تلسكوبات أرضية بتوجه نحو الهدف يعني هو عملية التصادم وستسجل أيضا كافة المعلومات والبيانات سواء في المجال البصري وفي مجال الأشعة تحت الحمراء وغيرها وبالتالي أعتقد أنه ستظهر لنا صورة متكاملة عن هذا الحدث ولاحقا ستتم متابعة حركة هذا الكويكب الثنائي كيف سيتحرك لاحقا يعني طبعا سببت له نوع من التزحزح أو من التغير البسيط في السرعة وسيؤثر على حركته المدارية فبالتالي ستتم مقارنة الحركة المدارية ما قبل التصادم والحركة المدارية ما بعد التصادم أو ما يدعب العناصر المدارية الستة لأنه ستتغير بالتأكيد تغير بسيط ولكن تدريجي وهذا سيبين لنا بوضوح هل لو شكلت سواء كويكب منفرد أو كويكب مزدوج كما هو الحال في هذه الحالة لو شكل خطورة استضامية أو تصادمية مع الأرض في المستقبل هل يمكن أن نحرف هذا الكويكب بحيث أنه لا يعود يشكل خطرا على الأرض هذا هو السؤال الكبير فنجحت هذه العملية وهذا الاختبار كما سنرى بعد عشر أشهر تقريبا من الآن عندها سنكون على ثقة بأن هذا ممكن من حيث المبدأ وبالتالي لو أمكن لو كانت وكلات الفضاء أو هناك طبعا ما يدعب سبيس ووت هناك تليسكوبات خاصة لمراقبة ما يدعب نير إيرث أسترويدز اللي هي عبارة عن كويكبات قريبة من الأرض وبعضها يشكل خطورة تصادمية مع الأرض فلو وجدنا أنه بعد عدة سنوات هناك خطر لكويكب معين في أن يتصادم مع الأرض سنكون قد بينا أن هذا ممكن أن نقوم بضربه بضربة استباقية واضح وحرف مساره بحيث لا يعود يشكل أي خطورة إن سمح الوقت دكتور حنة سأعود لأسألك عن الخطورة التي تشكلها هذه الكويكبات على الأرض لكن حتى الساعة كل التقارير أو كل الأبحاث التي تمت تشير إلى أنه خطر استضام الكويكبات لا يمكن تجنبه هل هذا صحيح؟ نعم حقيقة هناك دراسات إحصائية يعني مثلا الأجسام الصغيرة التي أقل من نص متر هناك تسقط باستمرار يعني شهريا هناك أجسام نيازك صغيرة تسقط على الأرض ولا تشكل خطورة كلما كان قطر النيزك أو الجسم الصادم أكبر احتمالية حدوثه أو حدوث تصادم مع الأرض تصبح أقل طبعا أذكر يعني فيه قبل بضاء سنة أعتقد 2013 أو 2014 هناك حادثة حدثة حصلت في روسيا لجسم قطره نحو 15 متر ضرب داخل الغلاف الجوي وانفجر في الغلاف الجوي وقام بتحطيم الكثير من زجاج المنازل وشبابيك وإلى آثري وأحدث صدمة قوية هذا حادث ممكن الحدوث ولكن لو عدنا إلى الماضي الأبعد قليلا عام 1908 هناك حادثة في سيبيريا التي أدت إلى تدمير غابة كاملة في منطقة سيبيريا وبالتالي هذه الحوادثة التي حصلت في مدينة مأهولة قتلت الألاف من السكان لكن تاريخيا لو أخذنا السجلات الجيولوجية الطويلة على مدى عشرات بالملايين المئات الملايين من السنين نجد أن هناك تقريبا كل مئة مليون سنة هناك حادثة انقراض جماعي كبرى أذكر قبل 66 مليون سنة على سبيل المثال هناك حادثة تصادم الكيتي باوندري ما يعرف بالكيتي باوندري ومكان الفوها أو ناتجة عن تصادم هذا الجسم في تشيكسولوب تدعى فوها تشيكسولوب في شبه جزيرة يوكتان في خليج المكسيك حقيقة هذا الحادث أدى إلى انقراض الضناصرات و70% من الأنواع الحية على سطح الأرض هذا حادث كبير جدا ولكن حدوثه هو قليل احتمال نتحدث عن مرة كل مئة مليون سنة جميع الأحوال هناك حوادث صغيرة قد تشكل خطورة على مدينة وحدها ولكنها قليلة الحدوث هناك حوادث كبرى وهي الخطيرة جدا نتحدث عن جسم قطره ربما عشر كيلومترات الذي تسبب في حادثة تشيكسولوب أو في فوها تشيكسولوب والكيتي إيفنت شكرا على كل هذه المعلومات من مدير الوحدة الأكاديمية في المركز الإقليمي لتدريس علوم الفضاء دكتور حنة صبات من عمان ترجمة نانسي قنقر